أهلا بيكو أصحابي الحلوين عاملين إيه وحشتوني خالص اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تجارة النبي صلى الله عليه وسلم في مال السيدة خديجة وعن سفر ميسارة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن في حاجة جميلة وسعيدة حصلت وإن شاء الله هنعرف الحاجة ديه في الحلقة النهاردة إن شاء الله السيدة خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة ومات زوجها وطلب منها كتير من الرجال الزواج منها لكنها كانت بترفض ولكن بعد ما شافت النبي صلى الله عليه وسلم وأمنته وصدقه وأخلاقه جميلة أعرفت إن ده إنسان مختلف عن كل الناس فكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تتمنى أن تصبح زوجته وتكمل حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقف في جانبه في بداية حياته ولكن كيف يحدث ذلك السيدة خديجة رضي الله عنها كان ليها صديقة اسمها نفيسة كانت بتثق فيها وبيقعدوا ويتكلموا مع بعض كتير السيدة خديجة كلمتها في رغبتها في الزواج من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففرحت نفيسة بهذا الخبر وكررت إنها تساعدها فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقت عليه التحية وسألته عن حاله وقالت له محمد ما يمنعك أن تتزوج فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ما بيجي أن أتزوج به يعني أصحاب الحلوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنفيسة ليس عندي المال لأتزوج به من هيوافق تجوزني وأنا على هذا الحال فقالت له وإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف ألا تجيب فسألها صلى الله عليه وسلم فمن هي فقالت له خديجة فأسألها صلى الله عليه وسلم وإزاي ده هيحصل قالت له أترك هذا الأمر ليه فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت نفيسة إلى السيدة خديجة وحكت لها إلا حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ففرحت السيدة خديجة وانتشر الخبر في مكة ووافق الطرفين وذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأعمامه وعماته إلى منزل السيدة خديجة رضي الله عنها وكان عمه أبو طالب سعيد جدا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي تزوج أصحاب الحلوين وتم الزواج وأصبحت السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة خديجة سعيدة جدا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكانت رضي ومرتاحة جدا في حياتها الجديدة وعاشوا في بيت سعيد مليء بالمحبة وبعد فترة من الزمن رزقهم الله عز وجل بستة أطفال في البداية أتاه القاسم وبعدين زينب وبعدين ركية وبعدها أم كلسوم وبعدها فاطمة وبعدها عبد الله كل واحد منهم كان أجمل من التاني وبفضلهم أصبح البيت مليان بالسعادة وترب كلهم على حصن الخلق والإحترام والحب كانوا فاضلين زي والدتهم خديجة رضي الله عنها وكانوا صادقين وآمنين زي والدهم صلى الله عليه وسلم ولم يجذبوا أبدا ولم يقللوا من احترام الآخرين وكانوا دايما سعداء وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم تاجر كان يأخذ بضاعة سيدة خديجة ويباح خارج مكة ويرجع بالمالك كثير وسيدة خديجة بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أغنى من الأول لكنهم كانوا بيحبوا يسعدوا الفقراء ورغم أنهم كانوا أغنياء فاضلوا أنهم يعيشوا حياة بسيطة وأولادهم كمان كانوا محبوبين من كل الناس والأطفال كانوا بيحبوا يلعبوا معاهم وتعلموا من أبيهم صلى الله عليه وسلم الشكر لله عز وجل والصبر وبعد ما البيت كان مليء بالسعادة حصلت حاجة حزينة جدا وديها نعرفها في الحلقة الجاية إن شاء الله استنوني يا أصحابي هتوحشوني